أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أهمية توظيف الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والاستفادة من مركز إعادة الإعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابعة للاتحاد الإفريقي بالقاهرة لمواجهة التحديات والأزمات في القارة الإفريقية من جانبها أكدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محورية الدورة المصرية في إفريقيا والمسؤولية القبرى التي تقع على عطق مصر في ظل النزاعات والأزمات المحتدمة التي تشهدها القارة الإفريقية